ينضم إلينا في الستوديو سيد بيلان نصر وهو الرئيس تنفيدي لشركة نيو أوتو للسيارات أهلا بك سيد بيلان معنا على شاشة يم بي سي عربية يعني كنا نشهد بهذه الأرقام والحديث عن ضعف في الانتاج والسوق السيارات بشكل عام يعني النظرة المستقبلية ربما أو حتى على المدى القصير بالنسبة لهذه السوق في ظل كل هذه التطورات التي نشهدها في العالم مرحبا بك أختي الكريمة ومرحبا للمشاهدين الكرام طبعا مثل ما اتضل زميلنا بالنسبة لقطاع السيارات نحن جزء بسيط من هذه المنظومة الكبيرة فعلا أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات طبعا قبلها كنا مرينا بجائحة كورونا ومجرد ما بدأنا نتعافى من هذه المشكلة ظهرت لمشكلة الرقائق الإلكترونية وفورا صحينا فجأة ولقينا نفسنا أمام مشكلة كبيرة التي هي الحرب الأوكرانية هذه الحرب طبعا أثرت بشكل سلبي وحصل نقص في المخزون طبعا توقفت صنعة السيارات في روسيا وقطع الغيار في أوكرانيا وأوروبا الشرقية طبعا أدى إلى نقص كبير في المخزون هذا النقص طبعا أدى إلى ارتفاع برضو غير طبيعي في السيارات في منطقة الخليج تأثرنا بشكل عام أصبحت الوكالات لا تحصل على حصصها التي كانت معتادة أو المتعارف عليها أو كانت حتى متوقعين في النصف الثاني من سنة 22 أن نتعافى وتمشي الأمور بشكل سلس لكن للأسف التوقعات الآن سيد بيلل كم نسبة منطقة الخليج من هذا السوق يعني ربما كيف تأثرت بشكل أكبر لمنطقة الآن التأثر أول شيء طبعا حصل بالمخزون وأدى إلى ارتفاع بالأسعار حوالي 15% زادت الأسعار وصار البحث عن حتى ارتفاع الوقود الأسعار النفط أدت إلى البحث عن سيارات بديلة التي هي صديقة للبيئة زي السيارات الكهربائية ومعظم هذه السيارات تأتي من الصين برضو ولكن بشكل عام تأثرنا بشكل سلبي والآن الصورة قاتمة للأسف غير واضحة متى سينقشع الضباب ومتى ترجع الأمور إلى المعتاد ما في أي صورة واضحة بالنسبة لهذا الأمر بالضبط سيد بيلل هذا ما كنت أود الحديث عنه هل هناك ربما الآن بالنسبة لسوق السيارات أو الصناع تحديدا من يستقبل الآن نحن على أرض الواقع بطبيعة الحال في حد يروح يشتري سيارة فعليا من المعروض ممكن يطلب منك أنك تنتظر أكثر من شهر أو شهرين لأنه لا يوجد معروض الآن في السوق ولكن ربما هل لدى الشركات أو الوكالات الآن في المنطقة ربما مدائل أو تعتمد على أشياء ثانية لتعود هذا الشح الآن في المعروض بالصريح العبارة للأسف نواجه مشكلة كبيرة أصبح فترة الانتظار الآن بعض الوكالات قبل الحرب الأوكرانية كانت الانتظار أحيانا يمتد إلى ست شهور وإلى سنة بعض السيارات الألمانية إذا تدخل أي وكالة تطلب سيارة بعض السيارات الألمانية يعني فترة الانتظار من ست شهور إلى سنة الآن ما في أي رؤية واضحة متى ممكن يستلم الشخص سيارته فعلا في شخص كبير البدائل أصبح الناس تبحث فيه بعض الشركات كان لديها مخزون بعض الوكالات لديها مخزون هل الشركات التي عندها مخزون قدرت تلبي احتياجات بعض الزبائن لكن بشكل عام الصورة قاتمة طيب برأيك بشكل عام أنت ذكرت بأن الأسعار تفعت في حدود 15% بفعل هذه الأزمات التي شهدناها ولكن مستقبلا الآن يعني الرؤية لا تزال ضبابية على جميع القطاع بالنسبة للتوليدات التي قد نشهدها في الدول أخرى يعني لدينا الآن الحرب وكذلك تشانغهاي والإغلاقات نعلم بأن من أكبر صناع السيارات في تشانغهاي بفعل الجائحة يعني الآن هل هناك ربما تلجأ الشركات الكبرى التي تصنع سيارات إلى بدائل مثلا بدل هذه الدول إلى مناطق أخرى ربما برأيك كي نجد البديل نحتاج إلى وقت طويل صراحة يعني أتوقع مش أقل من ثلاث سنوات حتى نجد البدائل أو انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وترجع الأمور إلى ترجع المصانع إلى تصنع مرة ثانية وطبعا كل هذا يحتاج إلى وقت طويل صراحة أتوقع بالنسبة لي توقعاتي تأخذ إلى ثلاث سنوات كي ترجع الأمور إلى وضحة طبيعية طيب برأيك أن الأزمة ستطول أكثر من ثلاث سنوات ولكن بالنسبة للأسعار سوف تزيد من حدتها وسوف ترتفع لأكثر من هذه المستويات التي نشدها حاليا 100% في ارتفاع فاحش بالأسعار حاليا تقدر الارتفاعات بحدود الـ 15% ولكن وارد أن تزيد تصل إلى ممكن 50% في بعض الأنواع بسبب التنافس الشديد على الحصول على السيارات وأصبح هناك سوق سوداء لهذه السيارات التي يحصل على سيارة بعض الأنواع من السيارات على سبيل المثال نزل حديثا سيارة ليكزز قيمتها السوقية في الوكالات حوالي 500 ألف وصلت أسعارها إلى مليون ومليون وخمسمائة ثلاث أضعاف قيمتها بسبب الاحتكار بسبب التنافس الشديد على حصول بعض السيارات الغير متوفرة أو الشحيحة في السوق يعني الآن برأيك أنه مثلا الطلب الذي كان زمان على السيارات يعني الآن من الناس ربما سيخف يعني مقارنة بالسابق تحديدا في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار صحيح حصل الآن اتجاه تغيير في يعني دوق الناس في الشراء اللي كان يبحث عن سيارة فارهة أصبح يبحث عن سيارة وسط يعني قيمتها متوسطة واللي كان يبحث عن سيارة متوسطة أصبح يبحث عن سيارة رخيصة والمستهلك اللي كان عنده إمكانية يشتري سيارة رخيصة يمكن أحجم عن الشراء بتاتا وأصبح ينظر إلى وسائل المواصلات العامة نشكرك سيد بلال نصر وأنت رئيس تنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات شكرا جزيلا لك على توجودك معنا شكرا لكم على تحت هذه الفرصة الجميلة ونشكر مشاهدين الكرام إن شاء الله نلقاكم في لقاءات أخرى شكرا جزيلا سيد بلال